حضرت الازمة الاوكرانية بشدة في زيارة الرئيس الامريكي لبولندا حيث التقى الرئيس المنتخب بيترو بوروشينكو وتعهد له بالمساعدة والدعم في رسائل الى من يهمه الامر وخصوصا موسكو التي نافى رئيسها بوتين وجود خبراء او وحدات روسية في الشرق والجنوب الاوكراني الملتهب باشتباكات عنيفة تحصد المئات من القتل والجرحة وصف الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئيس الاوكراني المنتخب بيترو بوروشينكو بانه اختيار رشيد لقيادة اوكرانيا وقال خلال اجتماعه معه في العاصمة البولندية وارسو انه ناقش خطته لاعادة الهدوء وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة معللا عن مساعدة امريكية قد تشتمل على نظارات رؤية الليلية داعيا الى دعم بوروشينكو وحكومته الجديدة وخاصة بتدريب الجيش الاوكراني والشرطة للتعامل مع التحديات التي تواجهها وعلى صعيد متصل نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود خبراء عسكريين او وحدات من الجيش الروسي شرق اوكرانيا رافضا كل التكاهنات حول نية موسكو ضمن جنوب شرق اوكرانيا او زعزعة الاستقرار هناك ودعى بوتين السلطات الاوكرانية الحالية الى بدء الحوار مع سكان البلاد لتزوية الاسماء ليس باستخدام الاسلحة والدبابات والطائرات ميدانيا تجدد القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفزته القوات الاوكرانية باستخدام الطيران الحربي على محيط مدينتي سلافيانيسك وكراسني ليمان واكدت كيف ان قواتها قتلت وجرحت المئات في هذه الاشتباكات بينما لقي جندياني لها حتفهما واصيب 45 اخرون بجروح وافادت مصادر اعلامية ميدانية ان اكثر من 25 شخصا مصابا من الدفاع الشعبي كانوا يتلقون العلاج في مستشفى بكراسني ليمان قضوا في القصف لكن في المقابل تمكنت لجان الدفاع الشعبي في لوغانسك من فرض سيطرتها على ثكنة القوات الداخلية الاوكرانية المرابطة في المدينة بعد معركة استخدمت فيها الرشاشات والمدافع كما استولت على مدرعة واسلحة وذخائر تابعة للقوات الاوكرانية وعلى خلفية هذه الاشتباكات الميدانية دعا القائم باعمال الرئيس الاوكراني الكساندر تورشينوف لفرض الاحكام العرفية في شرق البلاد بعد زيارة لم تكشف تفاصيلها الى مناطق العمليات القتالية